موسيقى تحية طيبة مشاهدين سنبدأ حلقتنا لليوم بالحديث مع المخرج السوري الأمريكي العالمي سام قاضي والذي أخرج عدة أفلام هادفة عرضت في الولايات المتحدة وحول العالم والتي ركز من خلالها على معاناة المهاجرين كما في فيلم أسترزن أو المواطن أو فيلمه الوثائقي الأخير غاندي الصغير والذي حكى من خلاله قصة الشهيد والرمز السوري غياث مطر يتابع هذا التقرير سام قاضي مخرج كاتب ومنتج أفلام سوري اشتهر بموهبته الفريدة في تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية كان أولها فيلم دستزن في عام 2012 ويحكي الفيلم قصة معاناة واجهها شاب عربي عند وصوله للولايات المتحدة تم عرضه في دور السينما العربية والأمريكية وحاز على أكثر من جائزة منها الفيلم الأكثر جماهيرية في مهرجان بوستن السينمائي وجائزة اختيار المخرجين لأفضل صورة في مهرجان ترايميديا جسد سام قصة الشهيد غياث مطر الذي كان يوزع الماء والورود على جيش نظام الأسد فتم اعتقاله وتعذيبه على يد قوات النظام السوري حتى الموت في فيلم نيتل جاندي جاندي الصغير في عام 2016 وتم تصوير الفيلم في سوريا تحديداً في داريا مسقط رأس غياث مطر ورشح الفيلم لجائزة الأوسكار في أول مشاركة له في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين كأول فيلم من سوري يعرض بلغة غير الإنجليزية تمت دعوة أعضاء من الكونجرس الأمريكي وأعضاء من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والبرلمان الكندي لمشاهدة فيلم جاندي الصغير وحينها التقى قاضي مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اعترفت منظمة السينما المرموقة من أجل السلام بسام قاضي كأبرز الشخصيات المهتمة برفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان من خلال الأفلام السينمائية وطلب منه الحديث عن الموضوع أمام المحكمة الجينائية الدولية في لاهاي سام متحدث في البرنامج الشهير للمؤثرين والناجحين وكان يركز في حديثه على الوضع السوري المزري الذي يتعرض له السوريون على يد قوات الأسد حصل قاضي على جائزة الخدمة الإنسانية من منظمة الحياة من أجل الإغاثة والتنمية وهو عضو في نقابة المخرجين الأمريكية دي جي اين وكان عضو في لجنة التحكيم في العديد للمهرجانات السينمائية بما في ذلك مهرجان الأفلام المستقلة الأوروبية في باريس كينان الشريف لبرنامج في المحور نعود معكم مشاهدينا ومع جزء الأول من هذه الحلقة من برنامج في المحور وهي مع المخرج السوري الأمريكي العالمي سام قاضي شكراً كتير لك المخرج السوري الأمريكي والعالمي طبعاً سام قاضي أنت معنا اليوم طبعاً أنت أول فيلم اشتغلت عليه اسمه The Citizen المواطن وهو فيلم عرض في هاليوود وفي صلاة السينما الأمريكية حكي لنا عن هذه التجربة صحيح صحيح هذا الفيلم كان بالنزل بالصلاة العرض في 2013 وهو بيحكي قصة مهاجر عربي بيحصل على الـ Green Card Lottery اللي هو اليناصيب تبعاً الـ Green Card الأمريكي وبيجي على نيويورك تحديداً على مطار JFK بنيويورك قبل بنهار من أحداث 9-11 ومناخد مسيرة حياته من هذا اليوم اللي غير مجرى العالم مو بس مجرى إبراهيم الجراح اللي هو اسم البطل الفيلم اللي لعبه بطريقة حلوة كتير الممثل قدير خالد نبوي من مصر مع مجموعة من الممثلين طبعاً الأمريكان هو كان الممثل العربي الوحيد بالفيلم مع كيري إلويس، أجنس بروكنر، بيل آثرتين، رزوان مانجي فمناخد قصة حياته من هذا النهار وعشر سنين لقدام برحلته لأمريكان دريم ليقدر يحقق حلمه بأمريكا اللي يشتغل عليه لفترة طويلة كتير ولكن سوء حظه وجعله بهالظروف ولكن هي رحلة تصميم، رحلة إرادة رحلة بحث عن الزات فيلمنا كتير فخور فيه فخور بكل الناس اللي يشتغلوا فيه وإلى الآن بيصنى رسائل عن أهمية هذا الفيلم والأهمية القضية نحن بوقتها فكرنا بالألفين لما اشتغلنا عليه ألفين ويدعاش وألفين واثنة عشر فكرنا أنه هداك الوقت كان وقت مناسب كتير لقصة عن مهاجر لنشرح وجهة نظر كيف تأثرنا فيها كعرب داخل أمريكا ولكن الآن الواضح التوقيت لسه أفضل من قبل خصوصاً الوقت بيجي الموضوع لموضوع الهجرة والمهاجرين لأن الفيلم بيناقش الدستور الأمريكي بيناقش قوانين الترحيل فالآن عم نلاحظ فيه طلب كبير على الفيلم مرة تانية لأنه بيعاصر الظروف الحالية اللي عم تمر فيها أمريكا ونفس النظرة للغرباء أو المهاجرين الجدد للولايات المتحرة مية بالمية بدي أسألك سامي كيف قدرت أنت أنك تحقق نوع من الحلم يعني هناك طبعاً نعرف نحن في مئات آلاف المخرجين الموجودين بلوس أنجلوس معك اليوم واللي بيتمنوا أنه يكون عندهم فرصة ينفذوا مشروع مثل اللي نفذته وإخراج فيلم عن هذا الموضوع اللي يعني يعرض بالصائلات العرض والشاشات الأمريكية كيف قدرت أنت تحقق هذا الحلم حكي لنا بس عن بداية هذا الحلم ويعني كيف قدرت أنك توصل له هلا طبعاً أنا لما جيت لأمريكا أنا درست إخراج سينمائي مع أنه أنا مهندس ميكانيك في كتير ناس ما بتعرف أنه أنا خريج هندس ميكانيك ولكن اللي وقت كنت في سوريا اللي تواجد بالمسرح كان بسوريا بكتابات مسرحية وكان ممثل كمخرج مسرحي ولكن لما جيت لأمريكا تابعت بالمجال السينمائي وهذا كان الحلم اللي عندي من زمان براودني ولكن ما كان في فرصة له بسوريا فالبدايات هي بلشت من دراستي للسينما بأمريكا هون ومن بعدها طبعاً هي مجموعة أفلام قصيرة قمت بإخراجها بداخل أمريكا وخصوصاً كان آخر فيلم اسمه Raised Alone نشأة وحيدة هيك ترجمه بالعربي يعني طبعاً ترجمته بالعربي وحصل على العديد من الجوائز فكان هذا يعمل لي اسم شوي بمجال الصناعة بأنه فيه الآن صار عندك منتج حصل على منتج متميز أخذ ثمين جوائز بالمهرجانات فبالتالي كنت جاهز لعمل فيلم طويل طبعاً الحكي عن هالموضوع يطول ما بعرض عننا وقت كافي لنحن عن المسيرة كلها الآن طبعاً فيها صعوبات وفيها مشاق وفيها مجهود كتير من الناس اللي كمان اشتغلت معي واللي ساعدتني فكان هذا الحلم فكرة فيلم المواطن هو يعني بلش بستاند اوب كوميدي إذا بت يعني إذا بت عطينا شوية تفاصيل عن كيف قدأت كرات فيلم المواطن وكيف قدرت تنفذها بهوليوود صحيح أنا أول ما جيت لأمريكا بلشت أشتغل شوي مسرح أنا جيت لأمريكا بناء على دعوة من فرقة مسرحية بولاية ميشيغان فبلشت شوي العمل المسرحي بعدين بلشت أعمل ستاند اوب كوميدي ولأن معظم المسرح اللي اشتغلت بسوريا كان هو يعني كوميدي فمن ضمن الستاند اوب كوميدي أنا عملت شخصية شخصية الشخص يعني المناسب دائماً في الوقت غير المناسب هي كان شخصية كوميدية كان دايماً أحكي عنا بعمل ستاند اوب كوميدي وهي كان قبل أحداث 9-11 ولكن بعد أحداث 9-11 هي كأن الشخصية حصية تحولت لشخصية حقيقية وفعلاً هذا الشخص اللي اجع لأمريكا واللي قبل 9-11 ولكن من وقت ما دخل أمريكا الأمور ما بتصير بالمسار الصحيح يعني هل هو أنت المواطن لأنه أنت كمان اجت بسنة الألفين انتقلت للبلايات المتحدة وبألفين وواحد حدثت صحيح فيها جزء مني طبعاً ولكن أنا أخذتها لغير لمس طبعاً كما كوميدي يجب أن تتكلم ضخم الأمور وتاملية فالبعد 9-11 الناس صار تطلب مني بعدة حفلات أنا عملتها بدنا نسمع أكثر عن هذه الشخصية لأنه هلأ صار في أحداث كبيرة ممكن تحكيها ولكن طبعاً لعبة الكوميدي مع جدية الموضوع صعبة كتير أنت بتعرف هذا الموضوع جداً حساس رفضي عليك كيف فأنا في وقتها خطر لي أنه هذا الفيلم هي القصة لازم تنكتب وتصير كفيلم لكن بالأول ما كنت عارف أنه هذا الفيلم ممكن يكون كوميدي ولا يكون دراما ولا يكون وما كنت جاهز أنا نفسي ولا كنت خالص لسا دراسة السينما والأمور هاي ولكن لما خلصت من تخرجت من الجامعة بالدراسة السينما كانت هاي الفكرة بزهني وبلشت كتابتها ولما بلشت كتابتها من أول عدة صفحات عرفت بأنه هذا الفيلم يستحيل أنه يكون كوميدي بده يكون دراما هلا طبعاً كان في مجموعة مستثمرين ساعدوني كتير في البداية اقتنعوا بالقصة واقتنعوا بالأظيمة أمريكيين أم عرب؟ كان عندي ميكس كان عندي ميكس خليط خليط من الأمريكيين فبالتالي بلشت أنا كمان كمنتج ليس فقط كمخرج أحطت العناصر كلها مع بعضها وتضافرت الجهود وكان معنا نص قوي وأنا برأيي هذا هو أهم شيء يعني لأي شخص يحاول يشتغل ضمن مسيرة هاليوود أو ضمن بأمريكا الوراء النص هو أهم شيء صحيح قوة النص أديش أديش الناس بيهم هذه القضية بيهم هذا الموضوع فأتوقع نحن عبينا فراغ كان موجود هو عن هذا الموضوع عن هي وجهة النظر طبعاً هذا الموضوع ما كان سهل ولكن تم يعني وضع الميزانية المطلوبة وتم العمل مع ممثلين كبار هون داخل هاليوود اللي اقتنعوا بأنه هاي وجهة النظر تستحق أنه يعني يتم مشاركة مع العالم وطبعاً يعني شغل مئات من الأشخاص بالأخير ليس المخرج وخرج العمل وبلشنا حصدنا بأول مهرجان بمهرجان باستن أخذنا جائستين مباشرة جائست أفضل عمل أفضل مجموعة تمثيلية بفيلم The Best Ensemble Cast وأخذنا الـ Impact Award اللي هو جائزة تأثير على الجمهور الجمهور تأثر كثير بالفيلم وبلشنا نأخذ عدة الجوائز وبعدين أخذنا التوزيع والفيلم الآن يعني منتشر بكل أنحاء العالم وأنا بدي أقول لك سام أنه أنا شاهدت هذا الفيلم مع زوجي قبل ما أعرف حتى أنه أنت المخرج أو أنه المخرج سوري يعني شاهدته يعني ضمن الأفلام الأمريكية اللي كنا عم نشاهدها وكتير حبين الفيلم يعني أنا فعلاً أنه كيف الصدف ويعني اليوم أنه نعلم بأنه أنت الذي أخرجت هذا الفيلم اللي عبي وصل بيسالة هامة جداً ومثل ما قلت اليوم هي يعني العلاقة عبي نعيشهم بشكل يومي كمواطنين أمريكيين وما يحصل داخلياً في الولايات المتحدة هو بهم كتير أنه يعني ليس بس وجودي كمخرج ولكن ككاتب لهذا النص وكمنتج يعني ففي روحك في هذا العمل عرفت عليك كيف ويظهر أتمنى أنه هذا الموضوع يظهر ضمن العمل وطبعاً تفاجأت كتير بأنه يعني يكون الستيزن مو يكون له شعبية جيدة ضمن أمريكا ولكن تفاجأت من مؤخراً له شعبية كبيرة مثلاً بالصين بشاينة كيف هذا الفيلم وبيعني كتير يعني تم ترجمته لأكثر من 12 لغة هذا الفيلم يعني هو عن الشخص المناسب في المكان غير المناسب والوقت غير المناسب طيب ننتقل له فيلم آخر اشتغلت عليه مؤخراً وهو فيلم وثائقي غاندي الصغير عن الشهيد السوري غياث مطر حكي لنا شوي عن هذا الفيلم وليه قررت أنك تنتقل لتعمل فيلم جدي وثائقي يعني طبعاً موضوع كتير حزين حكي لنا عن هذا الفيلم طبعاً يعني كوني أنا شخص سوري أنا ولدان بسوريا وتحديداً بمدينة حلب لا يمكن أنه تغضي النظر عن ما يجري داخل سوريا مهما عشتي بأمريكا وأصبحت أمريكية وصار معي جنسية أمريكية لا يمكن فصلك عن وطنك الأصلي ولا عن أهلك وما يحدث داخل سوريا من 2011 فطبعاً أنا دائماً لما كنت حتى بشتغل نحن بفيلم المواطن كان توقيته مع توقيت السورة السورية يعني بـ 2011 و2012 فدائماً الشعور بأنه الملف السوري تعقد كثيراً أو أوهمونا بأنه تعقد كثيراً فكان عندي شعور دائماً أنه الشخص الغربي وتحديداً الأمريكي أنا بشوفهم من أصدقائي ما عندهم أي فكرة من الأطراف اللي داخلي بالموضوع ما عندهم أي فكرة عن حلم الإنسان السوري العادي الإنسان السوري اللي مثلي ومثلك اللي خارج الوطن واللي داخل الوطن اللي عايش اللي عايش السوريين فترة طويلة لما كنا داخل الوطن والآن ينظر بمنظار آخر للوطن لأنه شاف تجارب أخرى تجارب ناس أخرى وتجارب ثقافات أخرى فكان كثير بهمني أنه لازم يكون في عمل يوضح هذه الصورة أنا بقول يعادة ترتيب الملف يعادة ترتيب الملف وأنه نرجعه للإنسان السوري الشخص السوري وشو حلمه وشو كان بده وليه قام بثورة وشو اللي وكيف تحولت الأمور يعني الأشخاص اللي نحن عم نحكي عليهم بيلة الغاندي هن الأشخاص سلميين هن بلشوا حراك سلمي بزهور وبالماء فهذا برأيي قصة غياس مطر تحديدا الشهيد غياس مطر كان برأيي هي وطبعا بالحديث مع الناس المشتركة بالعمل والجهات اللي وراء العمل أنا كان برأيي هاي هي القصة الأنسب لطرحة مع الغرب أنا برأيي أنه ينعمل الفيلم ليس ما يجري حاليا بالألفين واربطعش أو خمسطعش في وقتها لما بلشنا بالفكرة ولكن الرجعون لورا عرفت عليك الرجعون لورا ليون يعرفوا حتى قبل الألفين وإداعش شو كان هذا البركان اللي موجود داخل الإنسان السوري بسبب الظلم أسباب نشأة الثورة وطبعا ما هي الثورة السورية بحد ذاتها هويتها الورود يعني كما حكينا على موضوع غصان الزيتون صحيح صحيح والإنسان السوري هو إنسان سلمي بطبيعته يعني نحن دائما نقول للمجتمع الغربي أنه يا أخي الإنسان السوري ما عنده أي فكرة عن أي موضوع اسمه تسليح أو العنف لا يمكن لأي إنسان سوري الإنسان السوري إذا بتمشي بالشارع وبيشوفوا معه يعني سكينة بيحط نحط فيها بالأحكام العرفية ستة أشهر هذا الشخص السوري بيعرفه يعني فما عندهم هاي الفكرة الناس مسالمين جدا الناس ولكن تم الضغط عليهم كثيرا تم في ظلم حاصل في توزيع السروات غير عادل على يعني على الأطلاق فبدنا نشرح بطريقة سريعة هاي الأمور للمجتمع وبعدين ننتقل لرمز من رموز الحراك السوري اللي هو غياس مطر اللي نعرف بتقديم الورود والماء للناس اللي كان تضرب عليهم بالهروات ولا كان بهذاك الوقت ولا بإطلاق النار لأنه كان رايد يفتح حوار مع الطرف الآخر ويقول لهم أنه نحن بالرسائل اللي كان يحطها على أناني الماي أنه نحن نحن أخوتكم نحن نحن أولاد هاي البلد نحن بس رايدين نحكي معكم وقالكم شو همنا وما كان بالبداية حتى يعني الهدف هو إسقاط النظام هو تغيير الوضع اللي ناس كان موجودوا عليه حتى بوجود النظام نفسه إذا بيتم التغيير الناس كانت قبل فأنا كنت رايد أخذهم لهذه المرحلة وبعدين نرج نمشي ونجي ساوا كل آياتنا لنشوف كيف تحولت وكيف هالناس تم دفعهم إلى الخلف تصفيتهم قتلهم هاي الأدمغاء هاي هدول الناس اللي هن رموز لكل شاب ولكل إنسان سوري تم تصفيتهم يعني أنت كمان حكيت عن موضوع أنه بأناني الماي مثل ما هلأ ذكرت كان غياس مطار يحط الرسائل للطرف الآخر جنود النظام الشرطة الأمن وعطيهم الورود وبالمقابل كيف كان ردة فعل النظام على وجود هايك شخص عم بيحاول يمد إيده لإيد يعني إخوته السوريين صحيح وبالفيلم نحكي عن قديش كان هذا الموضوع خطورة هذا الموضوع على النظام السوري وعلى تواجده لأنه وجود إنسان بهذا الفكر وأشخاص بهذا الفكر وهنا مجموعة غياس مطار واللي هو أنا بقول بكل شارع بسوريا في غياس مطار وفي كل مدينة في غياس مطار ولكن هو رمز لازم كنا نرمز واحد نحكي عنه هذا الموضوع كان خطورته كبيرة على النظام السوري لأنه بيعرف هذا بيجلب تعاطف الملايين حول العالم لأنه بتصير قصتك هي قصة من طرف واحد لما أنا أجل عندك بأنينة مي ووردة وأنت تضربي علي تطلق علي النار هي ما عاد في مجال الحوار للغرب يتعاطف معك مباشرة فهذا الموضوع بالنسبة للنظام السوري كان موضوع خطير جدا وممكن يولد حراك عالمي بأن الناس توقف مع الناس داخل سوريا فهنن كان أفضل بالنسبة للنظام السوري هذا أكبر عدو للنظام السوري أكبر عدو هو أفضل مثل غيات مطر أفضل كتير تسلح نفسك من أنه تجي لعند النظام بمي وورد وتحاول تفتح هذا الحوار فهذا الفيلم بيرجعنا لهذا كل وقت وبرجعنا فعلا أنا كنت رايد أعمل فيلم بأنه الناس اللي بلشت الحراك بسوريا لازم ما تشعر في أي لحظة من اللحظات أنه عملت شي خطأ ما عملت شي خطأ هذا حقهم هذا حقهم الطبيعي وحقهم المشروع وحقهم وحق أي إنسان يعني من حقوق الإنسان اللي هو حرية الكلام وحرية التعبير وبلشوا بطريقة صح الناس داخل الأكتفست الناشطين بالفيلم بيقل لك أثرنا بمهاتما غاندي بيقل لك تأثرنا بمارتن لوثركين نحن أرينا عنه نحن نعرف مين هنين وفعلا نحن رأيتين نكون سلميين ورأيتين اللي هو يكون أفضل لهذا البلد ونفتح الحوار فهذا الموضوع كان كتير هام بالنسبة كيف كان ردة فعل الجمهور الأمريكي اللي شافوا هذا الفيلم بعرف طبعا هو تم عرضه بالكونغرس كان فيه كتير يعني عروض تمت لفيلم غاندي الصغير حكي لنا عن ردة طبعا كان ردود الإيجابية أكتر بكتير ما تصورت حقيقة كانت 90 دقيقة هو طول الفيلم 93 دقيقة الواضح عمل تأثير كبير على الجمهور الغربي وحتى الجمهور العربي وكل محل نحن عرضنا يعني من خلال لما ندعينا للكونغرس لعرضه قدام عضاء الكونغرس بواشنطن دي سي ولا باليونيتد نيشن ولا إن كان بمنظمة العفو الدولية بلندن ولا إن كان بجامعة السوربون بباريس الفيلم عمل جولة كبيرة وتم دعوات دعوته لمناطق كثيرة وما كان مهمة جدا يعني ما كان حتى صناع القرار أو بالجامعات الكبيرة التفاعل كان إيجابي كتير لأنه هاي قصة لا يمكن غض النظر عنها اللي هي قصة القياس واللي هي رمز اللي هي رمز يعني وبالتالي مثل ما قلت هي بتصير قصة ذات طرف واحد شخص سلمي نحن بالفيلم من حط يعني من الأمم المتحدة كيف كان ردت فاعلهم ردت فاعلهم ست سبع دول عملوا خطاب خاص عن غياس مطر لما تم قتله من قبل النظام السوري وحتى البيت الأبيض عمل رسالة عن هذا الموضوع وحتى في دول عربية فهي القصة لا يمكن نقول أنه هي قصة وهمية أو قصة مخترعة أو قصة هي قصة متعارفة عليها عالميا معروفة وأنت وثقتها من خلال الفيلم أنا وثقتها من خلال الفيلم وطبعا يعني اتكللت كل هاي الجهود بأمر أنا ما يعني كان يخطر لي أبدا وهو أنه يكون هذا الفيلم هو أول فيلم سوري يدخل إلى سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي سنة الماضية وهذا بالنسبة يعني ترشيحنا لهذا الموضوع دخولنا هذا السباق كان خبر رائع لا توسيق الفيلم فعلا للتاريخ لأنه الآن أصبح الفيلم موسق من قبل الأكاديمي تماما والأوسكار بأمريكا والبوستر موجود عندهم بمتحفهم والفسخة عن الفيلم فهذا طبعا شيء بيصرني كتير وحتى بواشنطن عضو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية إيد رويس بالكونغرس يعني كرم الفيلم وحضر عرضه كنت أنا موجودة وأصح كلمة حول هذا الموضوع صحيح هذا كان كتير كتير مهم يعني مثل أننا نحن أماكن صناع القرار يعني من الجولة كاملة بكندا مع الوزارة الخارجية الكندية مع الفيلم جولة مع United Nation والجمهور العام بشكل عام يعني هاي قصة قصة من الأصص قصة واحدة الحراك في سوريا يستاهل آلاف الأفلام ولكن ضعف الميزانيات ويعني الظروف الصعبة اللي أي صانع للأفلام بيمر من خلالها لما أنت بتقرر تعمل هايك فيلم هذا النوعية من الأفلام هي للأسف بالسيستم اللي بي هاليوود هذا ما مو مرغوب هذا الفيلم مكتب مرغوب هذا الفيلم بيتم اسمه فيلم أجنبي ينظر إلى أنه وسائقي سيوى لك وما بيعرفوا شو أرباحه المادية وما عنده فما حتى أحيانا بيتجرى أنه يدخل بهذا المجال صعب صعب إخراجه صعب إنتاجه ولكن لما ما كان توفر المبالغ المطلوبة لهذا الفيلم فعملناه وسائقي بدل ما نعمله دراما أنا أتمنى هذا الفيلم يصير دراما ويصير سكريبتد فيلم يعني مثل ما نحن نقول ولكن عملناه بشكل وسائقي وأخذ ضج كبير وهذا بالنسبة لي على الأقل لما أنا أنظر في الرزمي تبعي تسام قاضي لازم يكون موجود فيها شيء عن سوريا كشخص سوري وأنا كتير سعيد بأن قمت بهذه التجربة تجربة علمتني كتير والناشطين السوريين بصراحة بطريقة أخرى غيروا لي مجرى حياتي نظرتي للحياة نظرتي للأمور معالجتي للأمور وبيجوز يوما طبعا أنه ممكن بس آخر شيء مؤخرا أنت قمت بلقاء كلمة TED Talk وحكيت فيها كمان رجعت حكيت فيها على دارية وعلى النشطاء والناشطين اللي بدارية ومعاناتهم بشكل يعني أنا تابعت الكلمة اللي القيتها وكان فعلا بشكل كتير مؤثر حكي لنا عن هاي الكلمة ولماذا اخترت هذا الموضوع أيضا مرة ثانية لتصلت الضوء على هاي القضية تحديدا عن المعانات والمشاكل اللي واجهتكم بإنتاج هذا الفيلم غاندي الصغير حكي لنا عنه طبعا تجربة مسرح TED هي تجربة أكثر من رائعة ودعوة دعوتي لأنه ألقي كلمة من مسرح TED كانت يعني كنت كتير سعيد فيها وكانت فترة التحضير لألا شيء أنا ما كان عندي تصور عنه قديش بتاكل وقت وشغل وتعب مجموعة كبيرة من الأشخاص اللي بتشتغل معك لحتى تصل لنهار العرض فهو بطريقة أو بأخر هي مثل المسرحية يعني مثل وان مان شو وإن كان هو كأنه كخطابي ولكن هو فيه performance فيه أداء فيه فرجعتني لأيام وكنت أشتغل مسرح فكانت تجربة كتير عزيزي على قلبي لأنه أنا عاشق للمسرح ولكن أطعت عنه فترة طويلة بعد منتقل ومبين عندك موهبة يعني عندك موهبة للقاء إن شاء الله هي من عندي الله يقال لي يعني فمسرح تيد للناس اللي ما عنده تصوق فكرة عنه هو يعني تقريبا أهم تيد وتيدكس من أهم المسارح أو من أهم المنصات في العالم وتكون بتوصل الموضوع للخطاب للخطاب ومن هنم بيسموهم يعني أفكار تستحق المشاركة مع العالم فهذه المنصة حكى فيها رؤساء سابقين حكى فيها رئيس الفيسبوك مارك زيكربورك حكى فيها سيئوز تبع مايكروسوفت جيمس كاميرون المخرج تبع تيتانيك وأفاتار فهذه منصة كبيرة فلما بتنعطي منصة مثل هاي طيب أول بيخطر ببالك أنت شو عندك أهم شيء الآن بيحدث شاغل العالم الآن في القرن الواحد وعشرين في المرحلة الأخيرة هو النزاع الحراك السوري هذا يعني أهم شيء دائما على التلفزيونات أحيانا بيتم تغيبه ولكن بالنسبة لي كمان هذا الموضوع جدا مهم طبعا خطر لي كتير أفكار أخرى أنه ممكن أحكي عن هذا الموضوع أنا طبعا حر بيشو الموضوع اللي أنا أنا بطرحه تماما أنت تختاروك الشخص وأنت تختار الموضوع أكزاك لهم بختاروه ما في أي شخص بيقولك شو تكتبي ولا شو تعملي وأنا هذا النص أنا اللي بكتبه الخطاب هو يعني بحدود 15-18 دقيقة فمنرجع لشو الأولويات أولويات فأنا لما بنعطي هيك منصة لازم أمثل شعب كامل بخطاب مرة تانية نرجع الناس ونذكرهم بمين هن السوريين ومين هي سوريا وشو الهم وشو الهدف فرجعنا حكينا كان عنوان الخطاب هو بالإنجليزي Unmuting Millions of Voices One Story at a Time واللي هو إعطاء الصوت لملايين من الناس بقصة بكل مرة يعني بكل مرة نحكيها بقصة معينة فأنا كانت بشكل عام الخطاب هو بيحكي عن ضرورة إعطاء المظلومين في العالم صوت الصوت المظلوم هو صوت مهم كتير بأنه يندعم ويظهر وينعرف لحتى يسود العدل العدل لا يمكن للعدل بأنه ياخد مجرى والعدالة تاخد مجرى إذا ما نسمع صوت الشخص المظلوم إذا عم نسمع صوت الظالم فقط وهو دائما يحاول أن يجمل صورته بأنه هو المظلوم ولكن هاي قضية يعني طرف واحد بدنا نسمع المظلوم بدنا نسمع قصته فأنا ضمن هذا الحوار حاولت أقول أنه كل شخص عنده منصة وقادر يعني أنا مزبوط بجوزي كون أنا محظوظ بأنه أنا كمخرج أو كاتب عندي القدرة أنه أجسد أعمل فيلم ولكن أنا حكيت عن طيب الأستاذ اللي عنده طلاب ممكن يحكي معهم يشارك معهم مواضيع عن هالناس المظلومين مو بس عن سوريا فيه مواضيع كتير حول العالم الأم مع ولادة الأب مع ولاده الرجل الأعمال مع الموظفين اللي عنده يعني هي مسؤولية لكل شخص بالعالم أن يوصل هذه الرسالة فهذا كان موضوع الحوار وطبعا عرضنا مقطع صغير من غاندي الصغير لدر غاندي وحكينا عن التجربة وحكينا عن أنه دائما نحن نسميه taking a risk يعني المجازفة بأنه تدخل بمواضيع وتحكي فيها وتتبنيها إلى تمن وإلى خطورة ولكن الحياة يعني الحياة بتصير شو أهمية الحياة إذا ما أخدت رزق في الحياة عرفت عليك كيف ما عاد لأي طعم هذه الحياة فلازم يكون لك موقف في الحياة ولازم تتبني على الأقل تبني موقف موقف واحد يعني شيء يخلي الناس تذكرك فيه وأولادك يذكرك فيه لازم تترك بصمتك فأنا هذا كان الحوار تشجيع العالم على هذا الموضوع نصرة المظلوم بشكل عام ويعني حاولت أرجع بذكريات للصعوبات التي واجهتنا خلال صناعة غاندي الصغير كانت حاجة وأصغرت الخطر على الناشطين اللي عم يحكوا معكم بأي كل لحظة خلال تصوير الوثائق أكيد وهنا الأبطال أنا مالي بطل في هذا الموضوع وهنا الأبطال وهي أسطن وأنا كان وعدي لألهم بأن أقدر أوصل لهم صوتهم أحاول لقدر الإمكان نحن والفريق العمل أن نوصل صوتهم لكل العالم وهذا اللي عم نحاول نشتغل عليه فأجانا مسرح تد كإضافة لهذا الموضوع فاستغلنا بنفس الموضوع وحكينا وزينا المسرح بالمي والورد تبع غياس مطر لتخليط ذكرى وناس كتير ما بتعرف بأن هذا الحديث بمسرح تد إن عرض بالنهار بذكرى وفاة غياس مطر وهذا الشيء لم يتم التحضير إله ولكن هذا شيء من الله من الله جل التوقيت بهالطريقة هاي فكان تأكيد لألي مرة أخرى بأنه أنا يعني عب أحكي عن الموضوع الصحيح بهذا الوقت طبعا الوقف يعني وقفة الناس بآخر العرض والتصفيق الأكثر من الرائع بآخر الحديث طبعا يعني أكد لي بأنه الناس تتعاطف دائما مع هو صحيح ومستعد لأنه تتبنى الرأي الصحيح وتقاتل من شانه ولكن يجب أنه إيصال الرسالة لألون يجب إيصال الرسالة فأنا أتمنى من الناس كله تتفرج على هذا على التتاك لأنه بالنهاية هي رسالة عالمية ولازم تصل للجميع ويشعر السوق أي سوري يشعر بفخر أنه هو سوري ويشعر فخر بقضيته مهما كانت التضحيات ولكن بالأخير اللي عملوه بلشون ناشطين بسوريا ما كان خطأ أبدا وهي المسج لازم نشارك مع كل العالم نحن نتمنى لك كل التوفيق بدي أشرك كتير سام وأكيد نحن نضل نتابع ونغطي ونحكي معك بالمستقبل لنغطي كل اللي عم تقوم فيه من النشاطات لعني عم تساعد فيه أبناء شعبك بسوريا ونفس الوقت عم توصل رسائل أخرى لقضايا مختلفة كمخرج سوري أمريكي وإن شاء الله هوليوود قريبا كمان موجود دايما هوليوود هايمة ما بتحبه وإن شاء الله عم نشتغل على مشروع جديد مشروع فيلم درامي آخر ليس علاقة بسوريا ولكن دائما نحاول نمس مواضيع هامة جدا نمس الإنسانية والإنسان ونجسدها بطريقة تكون ممتعة فنية ولكن تترك رسالة وراءها شكرا كتير لأستضافتكن ولأمتابعتكن واللي عاب تعملوا أنتم كمان شيء أكثر من رائع مشكور طاقم العمل والاستضافي شكرا جزيلا لنأخذ هذا الفاصل القصير ونعود معكم مشاهدين ابقوا معنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم سنتحدث مع الدكتور ستيفن بلانك كبير الزملاء وخبير روسيا في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية والذي سنناقش معه آخر المستجدات السياسية والاقتصادية فيما يخص استقالة ديمستورا والعلاقات الروسية مع دول المنطقة وقضايا أخرى شكرا جزيلا لك الدكتور ستيفن بلانك لديماميكا لنا اليوم من دواعي سروري أود أن أسألك عن استقالة ديمستورا ما الذي تعنيه تلك الاستقالة برأيك ديمستورا المبعوث الخاص لسوريا كان مقربا من روسيا كما تقول التسريبات والشائعات ما هو رأيك ديمستورا لم يعطي سببا لاستقالته وطالما أنه ليس مريضا أعتقد أن استقالته علامة على إحباطه من عدم وجود تقدم في التفاوض للتوصل لحل سياسي وهو ما يعني أن أي حل في ظل الأمم المتحدة لن يحقق ذلك وسيكون في ذات الجو السياسي المنقسم ما يعني تأخره وزيادة حدة المواجهة بين الأطراف المتنازعة في سوريا هل سيكون لذلك إن عكاسات على أدلب حيث قامت الولايات المتحدة بإيقاف روسيا من مهاجمة 3.5 مليون مدني عالقين في هذه المنطقة الجغرافية الضيقة هل يعني ذلك أن الأمور قد تتصاعد على الأرض لا أعتقد ذلك لأن روسيا ستخسر الكثير من بدء معركة هناك لأن ذلك سيؤثر على علاقتها مع تركيا وستدفع تركيا للتقارب بشكل أكبر مع الولايات المتحدة فكما ذكرت فأن الولايات المتحدة وتركيا القتا بوزنهما للوصول إلى الاتفاق في إدلب ولكن في أماكن أخرى أعتقد أن القتال لا سيستمر وبالتأكيد لا يكون هناك أي انفراج في الحل السياسي وهو ما سيعزز من فرص ازدياد العمليات العسكرية بالضبط ما سيحصل هو تأخير جديد حتى يتم تعيين مبعوث جديد لسوريا؟ تأخير جديد نعم ذلك على الرغم أن هناك نقاشا جاريا حول الدستور هناك لجنة تم تشكيلها في جناف ما هو تأثير ذلك؟ إذا لم يكن هناك سلطة للأمم المتحدة فيما يجري فلن يكون هناك إطار للسير قدما في هذه القضايا السياسية وطالما أنه ليس هناك تقدم في هذه القضايا فأن الحرب الأهلية ستستمر بشكل التي هي عليه اليوم ولذلك فأن هذه الأخبار ليست أخبارا جيدة اليوم هناك حديث عن دعوة الأسد إلى موسكو ومن ثم إلى جزيرة القرم برأيك لماذا هو مدعو ليجول تلك المناطق في روسيا اليوم؟ أعتقد أن هناك عدة أمور هنا تتعلق باستقالة ديمستورا قد يكون الأمر متعلقا بعدم قيام بشار الأسد بما يحتاج القيام به سياسيا زيارته لروسيا تعني أنه سيكون عرضة للضغط من روسيا للتنازل ودفع الملف التفاوضي قدما في الوقت ذاته فأن زيارته لجزيرة القرم هي جزء من الجهد الروسي للحصول على اعتراف دوليا بعدوانها في القرم حتى لو كان ذلك النظام في سوريا الذي لا يعتبر حرا في أعماله ولن يغير رأي أحد ولكن من المهم لروسيا أن تكون هناك دول أخرى تعترف بالقرم كجزء من روسيا بالضبط هل تعتبر ما حصل في القرم عملا إرهابيا من إطلاق النار على العديد من الطلاب في شبه جزيرة القرم مما نعرفه فإن هذا الهجوم يبدو عملا فرديا طالب هناك قتل 19 شخصا كما نعلم حتى الآن وجرح 50 باستخدام رشاش وقنبلة ومن ثم قتل نفسه ولذلك يبدو أنه هجوم إرهابي فردي ولا نعلم ما هي ذوافعه ولذلك لا يمكن إضافة شيء على ذلك فيما يتعلق بما حدث هناك ولكن يبدو عملا فرديا إرهابيا وهو أمر نادر الحصول هناك عادة ما نرى حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة هل سيكون لذلك الحدث أي تبعات على بوتين وعلى السيطرة الروسية الكاملة على شبه جزيرة القرم بما أننا لا نعلم دوافع الهجوم فمن الصعب الإجابة بدقة على ذلك السؤال ولكن ذلك علامة على أن الإرهاب قد يأخذ مكانا في القرم ضد الغزو الروسي للقرم وهذا ليس احتمالا يمكن استثناؤه فيما يتعلق بأن هذه الأعمال غريبة نوعا ما على روسيا لا يعني أن ذلك قد لا يحدث مجددا أو أن بإمكان مجموعات أخرى أن ترى في ذلك مثالا على إمكانية القيام بعمليات إرهابية في روسيا يجب أن نذكر هنا أيضا أن روسيا دعمت هجمات إرهابية في أوكرانيا في عدة أماكن موسكو استخدمت هذا السلاح ضد أوكرانيا في عدة مناطق ولن أكون متفاجئا إن قرر أحدهم أن يلعب ذات اللعبة ضد روسيا حين نتحدث عن تلك الهجمات الإرهابية من قبل روسيا ضد أوكرانيا ما الذي حصل في تلك الحوادث؟ كانت هناك هجمات إرهابية استهدفت عدة أبنية في سلفانوف وكانت تعتمد زعزعة الوضع في المدينة وخاصة عام 2014 كي يشكل سببا للقوات الروسية لتدخل تلك المدن وتستعيد الأمن والنظام كما يقولون ولكن تلك العمليات فشلت ولذلك يجب أن نعلم أن روسيا لا تتورع عن القيام أو دعم العمال الإرهابية حين تكون في صالحها بالضبط السيسي أيضا سيزور روسيا سيقوم بزيارة القرم أيضا ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للعلاقات الروسية المصرية؟ لم أرى ما يشير أنه سيزور القرم لدى روسيا نفوذ أكبر بكثير مما لديهم على السيسي ولكن أهمية هذه الزيارة أن الطرفين سيوقعان على اتفاقية شراكة الاستراتيجية والتي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لروسيا لأنها ضمن حزمة علاقات مختلفة بالنسبة لها هناك مفاوضات جدية بالطبع لزيادة مبيعات السلاح لمصر ويبدو أنه سيتم استعادة خدمات الطيران التجاري بين مصر وروسيا والتي تم قطعها بعد عدة هجمات إرهابية قبل سنوات وبالطبع هناك دائما احتمال أن تقدم روسيا دعما أكثر من مجرد دعم الاقتصادي أو العسكري ببناء قاعدة عسكرية في مصر روسيا تود بناء قاعدة هناك كما أراد السوفييت قبل سنين وهذه القاعدة من الممكن أن تستخدم للقيام بعمليات في ليبيا أو ليكون لسلاح الجو أو البحر الروسي قاعدة قرب قناة السويس على البحر المتوسط هل تعتقد بأن السيسي سيعطي ذلك لروسيا هذا مطلب كبير روسي ما الذي سيحصل عليه بالمقابل من روسيا هذا طلب كبير بالتأكيد ولكن الروس يطلبون ذلك من مصر لسنوات ولذلك فأن الرد سيعتمد على ما تريده مصر من روسيا في المقابل ولكن دون شك فإن روسيا تحاول بناء شبكة من القواعد البحرية والجوية عبر الشرق الأوسط هل تملك روسيا ما يمكن أن تعطيه في المقابل؟ ما الذي بإمكان روسيا أن تقدمه لهذه الدول بالمقابل؟ الطاقة النووية، الأسلحة، الدعم التبلوماسي وفي حالة مصر لا تحتاج إلى النفط والغاز ولكن بإمكان روسيا تزويد مصر بالخدمات اللازمة لإيصال الغاز والنفط إلى الأسواق وتطويرها أسلحة نووية؟ كلا، الطاقة النووية، المفاعلات النووية مفاعلات نووية إذن نعم أود أن أسألك عن إطلاق صراح القص برانسون وتطورات العلاقات التركية الأمريكية والتي تبدو في تحسن ما رأيك بما يجري اليوم؟ إطلاق صراح القص برانسون يزيح عبءاً كبيراً أمام تحسين العلاقات الثنائية هناك عقبات أخرى يجب تجاوزها أيضاً كالتنسيق فيما يتعلق بسوريا وأمن البحر الأسود والديمقراطية داخل تركيا تركيا قررت شراء أسلحة من روسيا وهو ما يشكل مشكلة كبيرة الوضع يسمح اليوم بالدخول في نقاشاً من الممكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات هناك أمل بتحسن العلاقات وقد كان وزير الخارجية بامبيو في تركيا قبل ذهابه إلى السعودية ولكن حصلت هذه الأمور غير المتوقعة والتي ألقت بظلالها على الكثير من الأمور المستقبلية في الشرق الأوسط علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث لنعلم أن كانت العلاقات ستتحسن أم تسوه مع الولايات المتحدة إذن؟ أعتقد أن علينا أن نرى ما سيخرج من هذه المشكلة وكيف سيتمحور اللاعبون المختلفون تجاه بعضهم البعض فيما يتعلق بإيران وسوريا هناك عقوبات جديدة ستبدأ خلال وقت قصير وهناك عقوبات أخرى بدأت ضد قوات الباسيج وإلى ما هناك ولكن لم نرى شيئاً جديداً تبدو أكثر هدوءاً الأمور داخل إيران هناك بعض الإضرابات نعم ولكن إيران رابح اليوم بما تراه فيحصل في المنطقة ما هي توقعاتك للعقوبات الكبيرة القادمة ضد النظام الإيراني؟ العقوبات ستفرض وسأتؤذي إيران كثيراً أعتقد أن ذلك جزء من السياسة الأمريكية باستخدام الشدة الاقتصادية أو الحرب الاقتصادية لإجبار إيران على فعل ما تود الولايات المتحدة فعله ولكن الحكومات الإيرانية تقوم بهذه الأمور منذ استلمت السلطة قبل أربعين عاماً لا أرى سبباً يدفعهم للتوقف وأعتقد أن الشدة الأمريكية قد تدفعهم إلى التوقف عن العبث بالنظام في الشرق الأوسط وخلق كتل نفوذ شيعية موالية لإيران تهدد دولة إسرائيل بشكل دائم ولذلك أعتقد أن العنف الاقتصادي يجب أن يكون مصاحباً لاستراتيجية كبرى تلخص ما تود الولايات المتحدة تحقيقه وكيف فالولايات المتحدة كانت تتحدث عن حلف نيتو عربي في المنطقة لمواجهة إيران وتعاون عربي إسرائيلي لمواجهة إيران ما يحصل اليوم قد يعكر كل ذلك ولذلك من الصعب الإجابة بحتمية عما سألت لأننا لا نعلم أين ستذهب الأمور فيما يتعلق بإيران وإسرائيل رأينا كيف أنه بعد تسليم روسيا لنظام الأسد النظام الدفاعي 300 قالت إسرائيل بأنها ستستمر بالقيام بما كانت تقوم به لإيقاف الميليشيات الإيرانية وجعلها تدفع الثمن ولكن لم يكن هناك أي هجمات من قبل إسرائيل منذ ذلك الحين ما يتوقعاتك بشأن ذلك؟ سيكون هناك استمرار للحملة الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية في كافة أنحاء سوريا إذا أنشأ الجيش الإيراني قواعد في سوريا وحاول إدخال صواريخ إليها ونقل صواريخ إلى الميليشيات السورية التي تعاونه في سوريا فسيحصل هجوم إسرائيلي برأيه الإسرائيليون قاموا بما يزيد على 200 هجم على منشآت إيرانية كما أعتقد خلال الفترة منذ بدء الحرب الأهلية وقد سمعنا عن العمليات الكبرى منها ولكن هذه العمليات مستمرة ومن وجهة نظر إسرائيل فإن الوجود الإيراني يمثل خطرا وجوديا على مصالحهم ولذلك سيستمرون بذلك وسيحاولون إيجاد طريقة لفعل ذلك دون ضرب أنظمة الدفاع الجوي الروسية أتوقع أن يستمر ذلك بشكل كامل وقد تستمر دون أن يصرح أحد بأي شيء هناك أيضا شكوك تتعلق بصواريخ الـ S-300 هناك تقارير غير مؤكدة من أنه قد تم إيصالها إلى سوريا ولكن يوجد هناك تقنيون إيرانيون سيقومون بتشغيلها لأنهم لا يريدون أن يعطوا النظام في سوريا السيطرة على هذه الأنظمة هناك تقارير أخرى تقول إنه لم يتم إرسال هذه المنظومة فعلا وبأن كل تقارير عن ذلك مجرد خدعة أو تم إرسال مجموعة صغيرة فحسب ولذلك فإنه لا توجد نتائج رسمية عما يحصل فعليا ولكن الموقف الإسرائيلي برأيي لم يتغير قد يكون من الصعب عليهم الاستمرار اليوم وسيتوجه عليهم القيام بأمور معينة لم يقوموا بها من قبل للدفاع عن مصالح إسرائيل الحيوية وأعتقد أن الإيرانيين سيستمرون في اللعب على ذات الموجة والتي تماثل مصلحة حيوية بالنسبة لهم أيضا سؤال الأخير عن الشؤون الداخلية هنا وانتخابات الكونغرس القادمة ما هي توقعات تلك الانتخابات بين الديمقراطيين والجمهوريين يبدو أن هناك الكثير من الحماس في الغرب الأوسط وفي الجنوب الأمريكي للتصويت لصالح أجمهوريين هل تعتقد بأنه سيكون هناك استقرار وبقاء لسيطرة أجمهوريين على الكونغرس الأمريكي؟ استطلاعات الرأي التي طلعت عليها ولا أملك حقيقة أي معلومات حصرية عدم أقرأه في الصحف أو في الأعلام الاستطلاعات التي رأيتها حتى اليوم ونحن على أعتاب حوالي ثلاثة أسابيع من الانتخابات تقترح أن الديمقراطيين سيفوزون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ وسيفوز الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس النواب ولكن الوضع مرن للغاية هناك خمسون ولاية تشترك في الانتخابات وثلاثة وثلاثون أو خمسة وثلاثون مقعدا في مجلس النواب مطروحة للانتخاب ولذلك من الصعب معرفة ما يجري في كل ولاية ومقاطعة اليوم بشكل عميق من مكاننا هنا في واشنطن إحساسي أن ما تورده استطلاعات الرأي العام اليوم لن يحدث بالضرورة يوم الانتخابات في السادس من تشرين الثاني نقطة الأخيرة حقيقة ستكون عن النفط سعر برميل النفط تجاوز الـ 80 دولار اليوم ما هي آثار ذلك؟ تقصدين الانعكاسات؟ نعم الانعكاسات الأسعار ارتفعت لأن الطلب ارتفع وبسبب العقوبات المفروضة على فينزويلا وإيران والتي تخنق الطلب وقد ارتفعت الأسعار أيضا لأن السعودية وروسيا تعاونتها على رفع الأسعار وتحاولان السيطرة على السوق لماذا يختلف الغاز عن النفط؟ النفط أصبح سلعة تجارية نوعا ما فعلى سبيل المثال إن كنت أمثل الحكومة التي تبيع وأنت تمثلين الحكومة التي تشتري فبإمكانك أن تطلبي شراء آلاف ملايين البراميل من النفط بسعر 80 دولار للبرميل وقد أقبلوا أو أرفضوا ونتفاوض حول السعر ولكن في نهاية المطاف بعد توقيع العقد سأسلمك النفط وتسلمينني المال وهنا تنتهي الصفقة الغاز ينتقل عبر الأنابيب وبصفقات طويلة الأمد ولذلك فإن تجارة فيه هي صفقة سياسية أكثر منها تجارية شكرا جزيلا لك ستيفن سعيد دوما باستضافتك والاستفادة من معلوماتك من دواء سروري شكرا جزيلا لك كانت هذه حلقتنا لليوم شكرا لمتابعتكم مشاهدين أستودعكم على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة